نبدأ الحديث عن منظاهر أداب التلاوة أداب قارئ ينبغي أن يكون على وضوء واقفاً على هيئة الأداب والسكون أو قائماً أو جالساً مستقبلاً قبلة مطلقاً رأسه غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة التكبر يعني يكون جالس بجلسة مريحة بتواضع للقرآن الكريم فيكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي أستاذه يعني كأنه يجلس أمام أستاذه وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائماً أن يكون في المسجد ذلك أفضل الأعمال أفضل أوقات خلاءة القرآن في الصلاة قيام الليل وأن يكون في المسجد فإلا يكون في البيت قائماً أو قاعداً بهيئة جالس مستعد يكون جالس متكئ أو يكون مجهز نفسه بحيث أنه يقف بين يدي الله عز وجل يقرأ كلام الله عز وجل قال هل يجوز قراءة طبعاً أنه منضجع طبعاً يجوز ذلك ولكنه دون ذلك في الثواب ودليل ذلك قوله تعالى الذين يذكرون الله قياماً ومعوداً وعلى جنوبهم فيتقفون في خلق السماوات في المرض فأثنى الله عز وجل على الكل ولكن قدم القيامة بالذكر على القعود ثم الذكر منضجعاً وما كان في قيام الليل فهو الأفضل إن ناشئة الليل هي أشد وطأاً وأقوى مقيلها نعم بأنها الصلاة في الليل تكون أفرغ للقلب وأجمع لي الذهم طيب كم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه يعني تقرأ كمية كبيرة خلال ثلاثة أيام تكون قراءتك هذرماً ولا تفقه منه شيئاً لأن ذلك يمنع من الترتيب فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت رجلاً يهذر القرآن هذراً إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت يعني كان قرأت وعدمها بلا شيء لا شيء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع أيام وكذلك كان جماعة من الصحابة يختمون القرآن في كل جمعة كعثمان وزيد بن ثابت وابن مسبود وأبي وأبي بن كعب رضي الله عنهم إذن جمعة مقدار جيد ثلاث أزاء ثلاث أزاء ونصف في اليوم يعني فترة جيدة لتدبر الآيات الكريمة أكثر من أقل من هذا لا يكون لك تدبر الترتيل المستحب في هيئة القرآن الكريم الترتيل القريه تعالى ورد القرآن ترتيلا وأمنا أم سلم رضي الله عنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذكرت أنها كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا وسيدنا بن عباس رضي الله عنهما قال لأن أقرأ بقارة وآل عمران أردلهما وأتدبرهما أحب إلي أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرم يعني برس بلا رضي الله عنه فقال أيضا أن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي أن أقرأ البقرة والأنعمة تهذيرا والترتيب مستحب ترتير المستحب لأنه أقرب للتوقير والاحترام وأشد تأثيرا من القراءة العادية كأنك تقرأ جريدة أو كتاب أيضا من آذاب التلاوة البكاء وهو مستحب مع القراءة قال صلى الله عليه وسلم أطلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجنوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه طيب كيف أبكي؟ قال طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما في القرآن من تهديد وعيد ومواثيق وعهود ثم يتأمل مدى تقصيره في أوامر الله عز وجل وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي يعني عندما يكون قلبك مليء بالخوف من الله عز وجل فمجرد أن تقرأ آياته سبحانه وتعالى تبكي قال فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبكي على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم المصائب يعني الإمام الغزان رحمه الله يقول إذا ما كنت تبكي فبكي على نفسك يبكي على نفسك لتقصيرك لأنك لم تستحضر حال التأثر والبكاء من الآداب أن تراعي حق الآيات فإذا مررت بآيتي سجدة سجدت وإذا سمعت من غيرك سجدة أيضا سجدت ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة الراجح من قول الفقهاء وأقل السجود أن يسجد بموضع جبهته على الأرض أكمله أن يكبر ويسجد ويدعو في سجوده طبعا مذهب الشافعي وموافقه في سجد التلاوة يقف يكبر يهوي ساجدا يجلس يسلم عند غيره مجرد يسجد فقط من غير تكبيلا ولا تسليم ويدعو في سجوده طبعا اشترط الكثير من الفقهاء الوضوء والطهارة لسجدة التلاوة وخالفهم بعض الفقهاء كابن حزم والشوكري أيضا للأداب أن يبتدأ قراءته بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقلنا إذا مر بآتي تسبيح سربح وكبر وإذا مر بآتي دعاء واستغفار دعا واستغفر وإذا مر بمرجو سأل وإذا مر بمخوف استعاد يفعل ذلك بلسانه أو بقلبي فيقول سبحان الله نعوذ بالله اللهم ورزقنا الله ورحمنا فتدليل على أنه متأثر بآيات القرآن الكريم الحذيفة من اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلا فوصف قراءته وأنه كان يقرأ مترسلا وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود من الآداب أيضا تحسين القراءة وترتيلها بترديد الصوت من غير التنطيط المفرض يغير النظم فذلك سنة قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم وقال عليه السلام ما أذن الله لشيء يعني ما أصغى الله عز وجل عن ما سوى ورؤي أنه صلى الله عليه وسلم كان ليلة ينتظر عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما حبسكي قالت يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طويلا ثم رجع فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع إليه لحسن تلاوته واستمع صلى الله عليه وسلم أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنه فوقفه طويلا ثم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أمي عبد وكما ذكرت لحضراتكم أن كثير من أساني القراءة تنتهي إلى سيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم بن بن مسعود اقرأ علي فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضان طبعا كان عندنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا رسولا لون تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا فقال حسبك حسبك ونظر ابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبكي واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعر رضي الله عنه فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل ذاوي فبلغ ذلك أبا موسى فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحضرته لك تحبيرا إن زينت صوت به فالزينة رضي الله عنه وأربع إذن هذه آداب التلاوة الظاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر